فمجلس إدارة الدولة على الهواء أنا شخصيا كمواطن دايما بنظر لكلمات الرئيس عشان أفهم شخصية من يقود الدولة واحد مفيش كتالوج يعني ما عندوش أي كتاب ماشي عليه اتنين ما بيهموش أي حاجة غير كلمة الإصلاح والتنمية يعني تقوله ما تقوله تقوله أصحنا عندنا قضايا دولية عندنا قضايا إقليمية عندنا قضايا فيها نزاعات عندنا يقولك طيب ده سيبهوا اللي أنا عارف أشتغل فيه الإصلاح والتنمية قاله طيب والله موضوع الإصلاح ده الرئيس عشان يتكلم فيه فبيبقى فيه بعض الضوابط ما عندش لدوابط ولا بتاع ولا أي حاجة ما عندش غير إصلاح وتنمية أنا ماشي كده دي اللغة اللي احنا شايفينها اليومين دول ولما بيجي بقى يعمل إصلاح بيقول إيه طيب والله الموضوع ده أنا أنا والحكومة ودايما ودي كلمة رائعة يعني الرئيس السيسي مثلا أو أي رئيس دولة المفروض لما يتكلم يقول وإحنا ورؤيتنا وكانت لا 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 هو بيقول المصريين اللي عملوا زميل في الحكومة بصوا الكلمات عشان تعرفوا منها شخصية إدارة الدولة زميل في الحكومة والبرامج اللي حطنها اللي عمل كده المصريين مش إحنا صحاب الفضل يا سادة الوزير المصريين هم صحاب الفضل من اللي بيقوله كده رئيس الجمهورية الكلام ده بقى عشان يتطبق تحت عند الوزير وعند المحافظ وعند رئيس الحي وعند مأمور الاسم المواطن المصري قرامة المواطن المصري فقال والله المفروض الرئيس ما يقولش الحاجات بتاعتها هتدفع ومش هتدفع والحاجات دي كلها بس أنا لو قعدت عملت زي غيري هتخرب وهتفضل خربانه لا أنا هعمل إصلاح في السكة الحديد وفي المترو بس هحمل التذكرة قد كده عشان حضرتك يفضل نفس المرفق ده بنفس الكفاءة قال كمان جملة والله العظيم أتمنى أن يكون هناك وزير في الحكومة اسم وزير الصيانة الرئيس أكد على أهمية الصيانة صيانة كل المباني يبقى عندنا بقى كده إيه وزارة المتابعة وزارة الأبنية الحكومية وزارة الإشراف على الصيانة وسير الأمور اللي احنا بنفتتاحها دي كلها ترجمة نانسي قنقر